دلوقتي هنتبع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله في سياق هزة التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعدلة العربية والأجنبية لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول بيها اكتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات وتقرر فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من اليوم وبيتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة النهاردة الموعد الأخير للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات للعام الماضي للتقديم لكلية الشرطة وبدأ التقديم منذ 18 يوليو الماضي النهاردة هينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسبقة مواهب وقدرات في موسمها الثالث واللي بتقام تحت شعار إبداع وتميز الاحتفالية هتكون بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور نخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر وعدد من الفنانين والمثقفين بالإضافة لأعضاء لجنة التحكيم في المسبقة النهاردة يستعد الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت للمشاركة في مهرجان العالمين الترفيهي بحفل ضخم ويعتبر مهرجان العالمين هو الحدث الترفيهي في مصر والشرق الأوسط وبيستضيف نحو مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي وبيضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية ده بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالم بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية